السلام عليكم معكم دكتور عبد الرحمن نصار النهاردة هنتكلم عن أنواع تركيبات الأسنان السبتة وهي تربوش الأسنان أو الكراون وزراعة الأسنان وكبرى الأسنان والفنير تركيبات السبتة تنقسم إلى أربع تركيبات أول تركيبة هو تربوش الأسنان أو الكراون تاني تركيبة هو الكبرى أو البريتش تالت تركيبة وهي زراعة الأسنان رابع تركيبة وهي الفنير هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل عشان نقدر نفرق بينه اول تركيبة هو تربوش الاسنان بيتم عمل تربوش الاسنان على سنة او درس بتكون موجودة وعمل لها حش وعصب للحفاظ عليها من الكسر لانها بتكون اقصر عرضة للكسر عن الاسنان السليمة وبالتالي ضروري عمل لها تربوش هنتكلم عن كيفية عمل تربوش الاسنان او التلبيسة او الكراون هو بيتم برد جميع اجزاء الدرس او السنة من جميع الاتجاهات وهي الخمس اسطح اول سطح وهو سطح الهضم والتاني المواجه لللسان والتالت المواجه للخد والرابع والخامس بين الاسنان وبعضها بعد كده بيتم اخذ مقاس للدرس المبروض عشان نرسله للمعمل الاسنان ليتم عمل تربوش الاسنان ليتم لازق التربوش على الدرس او السنة المبروضة وبكده نكون عرفنا كيفية عمل تربوش الاسنان هنتكلم عن تاني تركيبة للأسنان السبتة وهو كبر الأسنان أو البرتش بيتم عمل كبر الأسنان نتيجة لفقد سنة أو درس لتعوضها بمعنى تم فقد سنة أو درس سليمة ويتم تعوضها بسنة أخرى مكانها هنتكلم عن كيفية عمل كبر الأسنان ليتم عمل كبر الأسنان لابد من وجود درسين أو سنتين موجودين ويكونوا بحالة جيدة بجانب السنة أو الدرس المفقود أمامها وخلفها لأنه بيتم برض الدرس أمام الدرس المفقود وبرد الدرس الخلف الدرس المفقود وبيتم عمل الكبر على الدرس الأمامي والدرس الخلفي ونلزق الدرس المفقود معهم وبكده يتم عمل كبر الأسنان وبيتم برض الدرس الأمامي والخلفي من جميع الاتجاهات وهي الخمس أسطح زي تربوش الأسنان تماما وبعد كده بيتم أغز مقاس للدروس المبرود سواء كان بالعجينة أو الانتروركامر ورساله لمعمل الأسنان ليتم عمل كبر الأسنان وبكده خلصنا كبر الأسنان هنتكلم عن النوع الثالث لتركيبات السبتة وهي زراعة الأسنان زراعة الأسنان بتتم نتيجة فقد سن أو درس سواء كانت سن أمامية أو درس خلفي هنتكلم عن كيفية عمل زراعة الأسنان بيتم زراعة الأسنان باستخدام أجهزة معينة ويتم شق اللثة وعمل مكان في عظم الفك سواء كان الفك العلوي أو الفك السفلي للزرعة الأسنان ويتم وضع الزرعة وتركها فترة زمنية ليتم التقام اللثة بعد كده يتم وضع التربوش فوق الزرعة وبكده عرفنا زراعة الأسنان هنتكلم عن النوع الرابع والأخير للتركيبات السبتة وهو الفينير والفينير عبارة عن كشرة تجميلية يتم وضعها لسطح الأسنان الأمامية لتجميلها فقط أو بسبب بعيب في تركيب الأسنان الأمامية هنتكلم عن كيفية عمل الفينير بيتم برض الجزء بسيط جدا من سطح الأسنان الأمامية والفينير لا يعود سنة مفقودة يعني الأسنان الأمامية موجودة ويتم برض الجزء بسيط جدا منها ويتم أخذ مقاس لها ويرساله للمعمل ثم لزقها هنتكلم عن اهم جزء هو انواع الخامات بيتكون منها التركيبات السبت بمعنى تربوش الاسنان وكبر الاسنان والزراع والفنير بيكونوا من ايه او ايه هي المادة اللي بتتكون منهم اول نوع هو النوع المعدن والنوع ده كان منتشر من سنين وحاليا استخداماته قليل جدا ويكاد يكون شبه معدوم بس احنا بنركبه لاطفال كحاجة مؤقتة حتى زور الاسنان الدائمة وده نتيجة تساوز اسنان الاطفال اللبنية وتم حاش وعصب لها فبيتم عمل لها تربوش معدن للحفاظ عليها حتى زور الاسنان الدائمة وده كان اول نوع لخامات التركيبات السبتة تاني نوع هو التربوش المعدن وفوق البرسرين ويسمى البي اف ام وده من اشهر انواع المتداولة وساعات اسم له متداول اسمه سراميك وهو نفسه والنوع ده هو اقل الانواع الجمالية في الاسنان وساعات يسبب الاتهاب لسه لو انت مهتمتش بغسيل الاسنان واستخدام الفرشة والمعجون باستمرار لو احنا عايزين يبقى اقصر جمالية هيتم برضه اقصر من الاسنان واستخدام برسرين فقط بدون المعدن وهيبقى اقصر جمالية من التربوش البرسرين المعدن ويعتبر بي اف ام او البرسرين المعدن من اقل الانواع من حيث الجودة والتكلفة بس لو هو تم عمله كويس جدا هيبقى اقصر جمالية ولو يسبب الاتهاب لسه ثالث نوع لخامات التركيبات السبتة هو الزركون وهو اقصر التركيبات صلابة واقصر جمالية من تركيبات البرسرين وهي صحية اقصر للسه ويستخدم في الدروس الخلفية لصلابته ويعطي مظهر اكثر طبيعية من البرسرين العادي وساعد بيستخدم في الاسنان الامامية ليه؟ لان عندنا النوع الرابع وهي تركيبات الاي ماكس وهي افضل التركيبات من حيث المظهر الطبيعي للاسنان بس للاسف هو اقل الانواع قوة وصلابة عشان كده بيستخدم في الاسنان الامامية فقط ولا يستخدم لتعويض اسنان مفقودة لانه معرض الكسر فبيستخدم للفينير وهي زي ما ذكرت قبل كده عبارة عن قشرة تجميلية وتستخدم في عمل هولوود اسمايل وبكده خلصنا انواع تركيبات السابت طيب فيه سؤال مهم انا اختار نوع ايه؟ افضل النوع في الخامات هو الزركون النظرا اللي صلابته ويعطي مظهر جمالي ومظهر طبيعي بس غالي في السعر بالنسبة للاي ماكس فهو يستخدم في الاسنان الامامية فقط ويستخدم في عمل هولوود اسمايل بسبب مظهره الطبيعي بس غالي في السعر البورسين وهو اقل الانواع في الجودة واقل الانواع في السعر كده هنرتبهم من الافضل للاقال هنرجع مع بعض كده بسرعة انواع تركيبات السابتة اول نوعه هو التربوش او الكراون تاني نوعه هو الكبري الاسنان او البريدش تالت نوعه هو زراعة الاسنان الامبلانت ورابع نوعه هو الفينير وهي الكشرة التجميلية للاسنان بالنسبة لانواع الخامات اول نوعه هو افضل نوع الزركون وتاني نوعه هو الاي ماكس وتالت نوعه هو البورسلين وبكده وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناة ولو عندك اي اسئلة سبب في كومنت وهرد عليك سلام عليكم اشتركوا في القناة